نروح لأخبارنا طبعا منتخبنا في كينيا الحقيقة يمكن سهام آلة حتى في الانترو موضوع طبعا الكابتن حسام البدري وموضوع أيمن أشرف خلينا نتكلم بكل أمانة مش قناة النادي الأهلي ولا النادي الأهلي اللي ممكن يعمل حملة ولا يمكن يعمل حاجة ضد المنتخب المنتخب دوت هو رأس الهرم لقرى المصرية ودايما النادي الأهلي حريص على منتخبنا من خلال دعمه اللانهائي من اللاعبين على مستوى كل اللاعبات لمنتخبنا الوطني لكن الحقيقة لما بنشوف حاجة غريبة بنشوف حاجة بنعلق عليها ده مش معناها نحن بنعمل حملة وهجوم على الكابتن حسام البدري كل السبورت وكل الدعم لمنتخبنا والكابتن حسام البدري لكن لما بنجي عندي لعيب من لعيبة النادي الأهلي وبنشوف حاجة ممكن يكون عليها تعليق أو عندنا عليها تحفظ من حقنا نحن نتكلم يعني أنا لما بقول لا أنا ماشي مع الكابتن حسام البدري إنه ياخد أيمن أشرف ويسافر كينيا ممكن الجملة دي تتاخد يقولك قناة النادي الأهلي بتهاجم الكابتن حسام البدر لا بالعكس أنا بشوف من وجهة نظري وإحنا منتكلم في وجهات نظر أعتقد كمان أنا على سبيل الخبرة اتكلمت وكلية تواجد في المنتخب أي لعب بيشتكي من حاجة بنقول له لا خلاص رايح والفترة اللي جاية إن شاء الله تكون موجود معنا وخاصة إن أيمن أشرف من اللعب المميزة جدا أيمن أشرف كمان راجع من مباراة بيتا كلاب بيلعبوا على ترتان واللي يعني بيفهم في الكرة كويس عارف إن موضوع ترتان خاصة لللي بيشتكي شوية في الرجبة بيكون الأمور خطيرة جدا كل اللي اتلعنا وقلناه إن إحنا بنقول إحنا بنحافظ على أيمن أشرف كواحد من أبناء النادي الأهلي وينعكس ده أكيد بالإجاب كمان على منتخب مصر يعني إحنا بنتكلم على أيمن أشرف كلاعيب وحقنا نتكلم على لعبتنا ونحافظ عليها لكن حفاظ أيمن أشرف كمان على مستوى المنتخب على مستوى المنتخب لما أيمن أشرف لا قدر الله يحصل إصابة ده هيأثر كمان على منتخب مصر فهي المصلحة واحدة إحنا بنتكلم في مصلحة واحدة ولو كانت أي نادي تاني يخلي بالك في نفس الظرف والنادي ده اشتكى كنا نحن واب برضو نقول النادي ده عنده حق لأن من حق النادي أن يدفع على لعبته وخاصة لما يكون المصلحة واحدة مصلحة الكابتن حسام وأنا في اعتقادي وأنا قلت الكلام هنا في البيت الكبير أصدق تماما في أن الكابتن حسام البدري على دراية كاملة إن لو فيه اللعيب بيشتكي بواحد في المية أصابة أعتقد أنه مش هيكون متواجد عندي ثقة كاملة في الدكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخب اللي يمكن قضيت معاه فترات طويلة راجل على مستوى مهني عالي جدا أكيد لن يسمح باشتراك أي لعيب في المباراة لو بيشتكي من إصابة وأنا من خلال اتصالاتي كمان هناك في كنيا عرفت بشكل مؤكد أن أيمن أشرف مش موجود بكرة في المباراة ويمكن أحمد أيمن منصور هو اللي هيلعب بك شمال كمان احتمال كبير جدا مكان عبدالله جمع عبدالله جمع يكون على دكتور البودلاء لكن المنهج نفسه اللي بنتكلم فيه إن احنا كنادي أهلي كناة النادي الأهلي أكيد سوبورت اللي عبتنا سوبورت للجهاز الفني بشكل كبير جدا وإن الموضوع مش حملة ممنهجة زي ما بعض الناس بتقول أو بننتقد الكابتن حسام البدري بدون أسباب لا احنا بنحافظ على اللعبتنا على المستوى البدني اللي بنعكس بشكل أساسي على منتخب مصر إن شاء الله في الفترات اللي جاية وخاصة إن المباراة كنيا أعتقد زي ما قالي السهم احنا محتاجين نقطة من مطشين يعني المباراة ليست مباراة مصرية عشان ممكن نجازف بيها فأنا يعني تاني هنا من البيت الكبير احنا مش حملة احنا بندافع على حقوقنا حقوق لعبتنا مصلحة لعبتنا اللي بتنعكس بشكل إيجابي جدا على المصلحة العامة ومصلحة القرى المصرية بشكل كبير اشتركوا في القناة